السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن اه اه طريقة اه شح او دفع اعلانات الفيسبوك عن طريق فوري. اه طبعا اولا اه علشان تبقى مؤهل ان انت تدفع من فوري لازم حساب بتاعك يكون في اه طريقة الدفع فوري مدفع على. لو انا خشيت هنا مثلا على البيلنج هنا. يبقى لازم حساب الفيسب بتاعك يكون اه طبعا بالجنيه المصري. مصر حساب مصري. يكون اه كمان الحساب بالجنيه المصري. ولازم يكون الحساب جديد لان معظم الحسابات القديمة مش هتلاقيها او اللي انت اشتغلت عليها قبل كده. وفعلت عليها اه مش هتلاقي عليها اه فوري. يعني معظم الحسابات الجديدة هي اللي يبقى عليها فوري. او انت عندك حساب جديد لازم تتأكد ازا كان عليه طريقة الدفع الفوري ولا لأ. طب تتأكد ازاي? زي ما شفنا كده بالزبط. ان انا بروح على الحساب بتاعي بروح على او الفوترة. ومنها بضغط على دي تمام بضغط عليها. بيظهر لي طرق الدفع المتاحة عندك على الحساب. منها زي ما احنا شايفين فوري. منها فوري. طبعا ممكن ما تلاقيش فوري موجودة لو انت حسابك مفهوش الدفع من فوري. طب اي نفع اضيف له حساب ان هو يبقى فوري لأ ما ينفعش. اما ان هو يكون موجود فيه او ما يكونش موجود فيه. وقلنا عشان يبقى موجود فيه غالبا في الحسابات الجديدة. اه او الحسابات اللي ما تحطش عليها او استخدمت عليها فيزا او قبل كده. تمام? يبقى بختار اه فوري كده. طبعا في نقطة احنا اه نسي ما ما تضحض نقطة مهمة جدا جدا هارجع كده معلش. احنا هنا الكمية الفلوس هتدفعت بربعمية جنيه. انت ممكن بقى تخليهم اه خمسمية ستمية مية امتين تلتمية الف. نكتب الف مسلا كده. بتكتب الف كده. كده الف جنيه هو. وبتعلم على الفوري هنا. وبتقول له ناكست. بتحط هنا الايميل بتاعك او اي ايميل ده عادي خالص وبيبقى ساحب كده كده الايميل الخاص بك على على الفيس. وبتقول له كونتينيو. بيديك الكود اهم حاجة الكودين دول. طبعا بتاريخ انتها سهلها احداشرة اربعة. ده متاح ان انت تستخدم الرقم المرجعي ده. ده المهم جدا رقم مرجعي وكود الخدمة. كود الخدمة اللي هو سبعة تمانية تمانية ده خاص باللي بيشغل فوري او اللي عنده ما كانت فوري بيحط الكود. علشان يخش على يعرف ان هي تابع اعلانات الفيسبوك. وده الكود المرجعي اللي هيدفع عليه. الاتنين دول اهم حاجتين. الرقم المرجعي وكود الخدمة. بطرح لأي حد عنده فوري بتقول له انا عاوز اه ادفع على الرقم ده. الرقم المرجعي ده عايز ادفع عليه الف جنيه. تمام? الكود الخدمة اللي انا عاوز ادفع عليها اسمه سبعة تمانية تمانية بيبقى اظهر عليه. ولو انت حبيت تدفع من خلال اه تطبيق فوري نفسه. اه بتحط الكود المرجعي فقط هو من نفسه بيقرأ ان ده تابع اعلانات الفيسبوك بدون اه الكود الخدمة. وبعد كده بعد ما بيتم اه الدافع من اه مكانة فوري او اه الطريقة السداد من اي قنوات فوري. خلاص انت مش محتاج غير دي. بتاخدها بس كده. وتوديها يعني انا كل اللي محتاجوا ده. الحتة دي. رقم المرجع وكود الخدمة. باحتم اخدهم بديهم اللي هيتفع لي من قناة فوري. وخلاص. يعني انا مش محتاج انا بعد ما اعمل دي كل اللي محتاج ومستني هو يتدفع. بمجرد ما هيتدفع هيبدأ يسمع عندك في الرصيد هنا. هتلاقي انه الرصيد عندك زاد هنا. وبقى من الضغف. انا كنت اضيف هنا مسلا ربعمائة جنيه. صرفت شوية منهم. تبقى تقريب مئتين تسعة وستين جنيه بنفس الطريقة بتاعة فوري. هنا عندي. عشان بس نتأكد من اعدادات الحساب. الحساب ده حساب جديد حساب مصري. وحساب بالجنيه المصري بحساب جديد. وحساب مصري وحساب بالجنيه المصري. ده كان شارح سهل وواضح جدا جدا. لطريقة اه الدفع اه علنات الفيس من خلال فوري. كل سهولة بخش اعمل الكود المرجعي وبروح ابعثه لودي لحد هيدفعه لي من اي مكنة فوري. ومجرد ما بيدفعه بيعني تقريبا ببعدها بدقيقة بالزبط بتلاقيه مسامة عندك في الحساب. اه في بتاعك. ده كان شارح السهل واضح. اتمنى يكون اه شارح واضح. ولو في اسف صارت من اشوف التعليقات. لو الفيديو عاك بك اعمل له لايك. لو عسيس بغير اك اعمل له مشاركة. لو مش مشترك معنا على قناة دكتور كمبيوتر اتمنى اكون مشتركين معنا. بتنسى اشترك على الجرس علشان تتابع جديدنا وعلشان شجعنا على المزيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.